سلام حبوباتي ان شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو بخير على خير ان شاء الله تكونوا مهنين وبالصحة جيدة ان شاء الله جيتكم في روتين اليوم خفيف ضريف نتمنى الاعجابكم لا تنسوا باش تدعم الفيديو بليجام والي باكتاج حكا باشتعم الفائدة وتطلع القناة ويطلعوا الفيديو يكونوا فيديوهات المقترحين كما رأيكم تشوفوا البنات ابدتكم مع احمد قصايك يكون بابا خدام يطول ما يجيش للدار يقول لي ماما انا نفتح الباب عندما يقول يلعب مع بابا كنت تشوفوا يفتح الباب ويغلقها هنا يشوفوا قصايك اول ما يدخل على بابا لازم يشد لساشي ويبدأ يشوفوا انه الساشي ولكن زوجتي دائما يجيب ساشي خاصة قصايك ونفق قصايها في العادة كما كنت تشوفوا هنا ويقلب ماذا الساشي هي الساشي دياله المهم ربي يحفظنا ويحفظنا ولدتنا ان شاء الله ويحفظوا ولدتكم يا ربي ويتشوفوهم دائما في اعلى المراتب هنا كان زوجتي يقضى لي شوية ونشارككم القضية نوش جاب لي ونزيد نشارك معاكم البنات يعني تجهيزات الصحرق في فضريفة يعني نكسروا دائما انا بصراح قصايك كنت يقرأ دائما نتلقى ان ندخل لشابة 8 كي نرقده وانا ما احتل ثمانية ونص ساعة غربة ويحوث يعني يرقد هذا الوقت ماشي دائما نحط له راسه ويرقد هنا بالنسبة لهذه المكسارات قصاي موت عليهم ونبعت له معه لراوضة وهذه الزريعة هايلة هايلة لو كانت لقاوها لبنات غيشروها هي تعدلع بالصحة بلا تهبل راكم تشوفوا جاب لي الملوخية كيس يعني هذا يشد لي انا نطيبها نبغيها يعني الكيس هذا كيس صغير هذا دجاو كبير ذاكم نوريكم لبنات بلي كان كيس كبير وكيس صغير كان ما زالي شوية في الكيس صغير هنا يا هذي شعيبية سورية محشية بالقشطة هنا الزوجتاعي كان راح الباب احسن يجب لي لوازم السورية كما راكم تشوفوا في باب احسن يعني نلقى اللي يبيع الكنافة نلقى اللي يبيع شعيبيات القطايف يعني اي حاجة متوفرة تمر مشي عكس وين نسكننا يعني كاي اللي يسوي بيرات سوريين بصح ما كانش بزاف احنا هذا البتنجال المكدوس كما راكم تشوفوا بالنسبة البتنجال المكدوس لابنات شاركتكم فيديو خفيف ضريف باش نحطو في التكتوك من حاول كيف نحطو لكم هنا هكا ليحب يعني الوصفة المكدوس باليب اللي جزائريين ما هو مش انترسي لها وانا تقريبا كامل المشتركين تاعي جزائريين على هذين حب الوصفة السورية تعطيها بندرهم لكم كما هذه المونة وكامل على باليب اللي ما بتحوسوش عليهم نجد لكم فيديو خفيف ان شاء الله نديرو لكم وتشوفوه هنا البنات كما تشوفو جبلة رمان وحكاية هذا رمان حكايته حكاية كنا هدروا ابل فيديو مع بابة قوسي ومن ثم هناك تأثيرات يخرج رمان وكامل يعني قوسي يولى على شكل رمانه وكيف تفتح فمو يخرجك كرمان المهم كي شافوه كيف بده يضحك وكيف تجلب له رمان هنا قوسي يفرح به يفرح به يفرح بالتليفون يخرج الباب كي كان يهدر مع ابل فيديو يفرح هذا كرمان البابة المهم ساكن الضراري هنا كما تشاهدون هذا الروز المصري الذي ديما تسقصوني عليه ذلك نجبد قليلا في يديو تشوفوه بالنسبة للبرغل الكبه هذا البرغل الاسمر انا نموت عليه نخلط كمية الاسمر وكمية الابيض ويجيني وش نقول لكم واحد الكبه البنات تتهبل تهبل هنا نجيب البابة لكي لا نكثر على روحي الخدمة ونخليهم ونقوم الغدو ان شاء الله نديرهم لا لا هنا كان الغدو يسخن كنت عندي طعام بالمرقة ونزخنه ونزخن المكسرات وكامل هذه الموالح ونزخنهم في العلب لكي يجونا سهلين يعني كنا نريد القصير ونزخنهم سهلين ونزخن من الأكياس ونزخن هذه الزراعة كين البنات السفرة وكين الماغن اذا لقيتوهم غير شروعهم كثير من البنان يجب ان يكونوا علب محكمين للإغلاق لكي يقعدوا مقرمشين وندخلهم شروع طوبة ونزخن العلبة كنت عن الروز لا يوجد فيها كثير من البنان هذا هو الشكل يحبها صغيرة ويأتي ببيض ليس كما نستعملون الجزائريين لأنا هذا الروز المصري والله يأتي المكلة وبنينة وهذا الروز يقوموا بحليب يعني نحن نجد روز بحليب يكون بودرة ويستعملون بحليب ويأتي ببنين برب ان شاء الله نشاركه معكم هذه الأيام بالنسبة للمكدوس انا زدت شريط يعني هذك اللي بنات جاب لي 3 كيلو بوسكو جام يصلح لي كنت سحكيت معكم في اللايف باللي جام يصلح لي ذي ما حشاكم يتعفن ونرميه جبت غير 3 كيلو ونسي هي هون بوسكو عجوز تططلي هذ المراوحة الطريقة قد تنسي بيها والحمد لله صلح لي شاركت معكم هذك فيديو قتلكم خفيفة ضريف بصحة تشريط 12 كيلو نريحة نخدمهم نخبيهم للموناشة مليح لبنات الفطور السوري ويكون متنوع هنا هذك البرغل ثاني هاو الشكل البرغل لبنات البرغل لبنات المرمز نقول لكم البنات لا يوجد المرمز هو صح قمح صح لا يوجد المرمز يتطحنوه يعني كاين هذا حتى ينشف خلاصي ونبدأ يتطحنوه وهذه الملوخية كما قد تشوفوا كيس الله يبرك ما بيش حال فيه هي خفيفة لا توزن مولفا نجيب كيس صغير وتشد ليشوفها وكالبنات الكيس لمولفا نطيب فيه ثلث مرات وهذا الكيس يعني كبير الحمد لله يعني رب يدومها نعمة المهم البنات هنا بعد ما عشتنا وكامل حبيت نوجد للسهرات كون خفيفة ضريفة ونكسروا بها روتين هنا جبت شوية ذريعات جبت شوية مكسرات شوية زريعة الكحلة تشغيل الشباف ونضع شوية على المكسرات كنقصير القد كنقصير وهنا نجبد هذيك الحلويات عبلكم باللي كي بدي يبرد الحال واحد ولي تشاهها حاجة حلوة في الليل وبزاف بنينة صدقوني يعني مولفا نجربها معاكم الشعيبيات تجي هيلة 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 خصوصا القشطة تحارة هي البنات بزاف بنينة وبالنسبة للكنافة هنا البنات تقدروا الكنافة تسخنوها في حمام مائي وتقدروا تأكلها برد ما هي تتسخن الجبنين وانا على البال بلد وكلوك نضع شعيبيات زوجتا عمو شحيكوا الكنافة كما كان الحل لبنات ما سخنتها فقط نعرف أبي بري شحي يأكل قلت لكم هذه الكنافة والتي تسخنتها غضوة من ذلك سخنتها وكلناها وهنا هجورة كانت عندي عجبتها خير من شعيبيات الكنافة وكل واحد والذوق هنا بالنسبة الكنافة وشعيبيات عسلتهم شوية فقط كما ينشرهم يكون العسل ناقص يعني سيدوا يمدوننا مع العسل هذا الصحن الفواكه هم شكل كان عندي العنب في الدار تفاح لانجاس زيت حطي زيت بركا رمان نعبلكم بلي رمان هذا وين بدأ الحبة كاملة شوفوا اللبنات نتمنى كيف تديروا كابتور لهذا الشوكولة لا يوجد إعلان بوسكو هي تلك الكثير من ابنين هايلة هايلة إذا وجدتها البنات جربوها وقالوا لي هذه الأولى تشيواوا الثانية الأوريو والدوزية تشبه السنيكرز من ذوق تحي هبل هي تلك تركيا ما شاء الله إذا تلاقيتوا بها شروها وجربوها بلعاني صورتها لكم بش ديرولي كابتور هذه هي البنات كانت صحراء خفيفة ضريفة والله يعني دائما نحب نشارك معاكم وصفات روتينات دائما تقولوا لي نسارين نشاركوا معنا أي حاجة تدريها تعجبنا وأنا البنات نهار منطيب ولا هكامل نحبش ندير روتينا يجيني كشغل فارغ متشجيعاتكم وتحليقاتكم تخليني يدوك نصور معاكم بكلش روتينا الجاي يعني ها نورلكم يعني يعني هاكا روتينا الليلة كي ندخلوا من الدار خصوصا كي نكونوا مسافرين دائما جيت كنت اديت حاجة نقول لكم كنجو مئتين بالعياة هكا ومنستعفاش لازم نخدم شغلي استنوني فيديو الجاي وما تنسونيش لايك وبجيم وبتخلوا لي تعليقاتكم وتبارك تجيبوا القناة التاعي مع الأهل والأصدقاء هكا بشتاعم الفائدة ونقولكم تهله بزف بزف وصحيحتكم ونتلقاوا في فيديو جديد ان شاء الله سلام شكرا على مريض